الخبر اولي عدنا ان الرد الناري لريدر على جواني فلمي اعرف يا حبايب انه جواني نزل هذا الستوري شون ديتهم بريدر انه هو حاش عليه قدام الناس وبعد ذلك اشياء تستورياتهم قاعد يحتي بي عليها بلس ماش خاصة اللي شافوا المقطع السابق يا حبايب يعرفوا شو اللي صار فريدر اليوم يا حبايب نزل على سبب الانستجرام هذا الستوري كتبه وشي عن حر اتابع الاريدة واسوي بلوك اللي اريده اذا ما عاجبني ما مفطر اتابعا ثاني شي بالستوري اللي جاي وبالستوري اللي بعدك كتب شون تقدر تقول ريدر ديستني من دون ما تحكيها لحد شي مرابر على ما تستفهم جابه تك تلقيها باطارد ان شاء الله شاء كاتب لي جو ويترقبه فحالي انتضحنا يا حبايب انه سبب الخلاف بين ريدر وجواني هو انه ريدر شاهد الفول عن جواني وانطب لوك ومن الوضع يا حبايب انه ريدر رح يسوي اغنية ديسترايك فاكتبنا يا حبايب بالكوم التالي شاريكم بها دي دراما اكيد طبعا يا حبايب لازم ينصالح ومو حيتجم على الثاني بالعكس حول وصالحهم بكونوا عين يا حبايب منصحوهم الروح حاليا النارين بيوتو وشنو صاروا اياها فبعمل نزلت ستوري شات بي من داخل المستشفى والكل شان خايف عليها وحتى اخواني نزلوا ستوريات يدعون إلها بعد 24 ساعة يا حبايب نزلت هذا الستوري شان تكتبه بي شكرا لكل حد اطمن علي الله يلحمكم بكلكم والله انا بحبكم كثير كثير الحمدلله انا بخير بس كان فيه شوية ارهاق وتعب اثى على صحتي جسمي كثير بس الحمدلله وان شاء الله راجعينه بقوة فالف الحمدلله على السلام اوالي فيها يا رب دوم ان شاء الله بخير ودعو لها يا حبايب بالكومنتات وروح حاليا لكريس ووصول حسبها بالانستجرام لستمائة الف متابع فان شاء الله الف مبروك اقبال عشر مليون يا رب وطبع لتنسون يا حبايب لتبارك لها بالكومنتات على هذا الانجاز بالنسبة للمصطفى رايدر يا حبايب وش وقت راح ننزل لغنيتك فنزله هذا الستوريج انا مع المتابعين قاعد يسيل لش وقت راح ننزل لغنيتك فورد عليه بالمقطع الجاية راح تعرفون فاكتمنا يا حبايب بالكومنتات جائمة 50 لهذه اللغنية روح حاليا لتهجم لتعرض ولا المشاهير بسبب مخاطعة تيك توك فهو الشي يا حبايب اللي هي مريانا وبيسان فيحباب ننزله هذا الفيديو لشان كاتبين عليه معدكم تي شيرتات اطوال اللي هم يقصدون ان الناس يسيل ليهم هم ردوا عليهم انه ما عادكم لسان اقصر ويقصد انهم حرين بكيفهم يسووا اللي تريدوه ولهذا الشخاص قاعدين يحجون ما عادكم لسان اقصر عمو تقصرون لسانكم فاذا نخلل ان كل كومنتات تفجر يا حبايب متما شايفين بالكومنتات قاعدين يقول هليش فخورين بهذا الشيطر حجاب والستر واجب مش اختيار وتسعتالاف لايك ويقولون انه بيسان بعمل تركات ويسام تكيت هي صارت فلتانة فمادر صراحك تبنا يا حباب الكومنتات شركة بهذا الخبر وننتقل حاليا يا حباب الثاني يوتيوبر واللي هي ياسو فنزلت هذا الستوري شات ويصديقاتك قاعدين نركصون شوية نفس الشيح يا حباب الكومنتات صار يقولون ان اول مرة اشوف ياسو هيج ليش هي تغيرت ليش صارت البس خصير ليش كذا 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 فكتبنا يا حباب الكومنتات تستعاقب تاجم تعرضت لا وروح واعلي؟ القمر مار وليش المتابعين يتهجمون عليها? لسبب ان هي قاعد نطي بلوكات للمتابعين اللي حبوها وكل اناس قاعد يحطوا عن هذو الموضي يحبب تهجموا عليها لسبب ان هي قاعد نطي بلوكات لاشخاص قاعد يسوون تصاميم حب بينها وبين نور مار ولما الفانس ذات مالها ان هما زعلانين من عادها واذا الشيط اللي خلووا يتهجم عليها انو هذول شخص ساعدوش واغفين نوعات شيطي بلوكات بصراحة دخلكم واقعية أنت قمر ترى هي طلعت بالإستوريات وقالت أنه أنا ماريت تصاميم حبين وبين النورمال ولكن المتابع بعدهم يسوون فهي نبهت فما دام هي نبهت فمن حقها تنطي بلوكات إذا ما هذول الأشخاص تمروا بشيء اللي هي من تريدها وصوروا يكتبونها بالكومنتات هل تشوفون أنه وياها حق تطيل بلوك أو لا وأخذ شيء غتمحها بايب وسامة مارو والإستوريات تنزلها اللي كيوت شوية ويا ميلا أنا معك أحمي كما تصدر باستوريات أ Harbor in myuciones انا احبك اوزي انا احبك اوزي انا احبك اوزي